زيارة الوداع الأخير للعاصمة طرابولوس قام بها الثلاثاء مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا مارتين كوبلر بعد نحو سنتين من الزيارات المكوكية والاتصالات المتعثرة بالأطراف الليبية التي لم تنتج إلا مزيدا من الإشكاليات التي أدت بالوضع الليبي المتأزم إلى مزيد من التأزم لقاء العشاء الأخير في زيارة كوبلر إلى طرابولوس جمعه بمنبع الحكمة في حكومة البيعثة الأممية المقترحة ممثلة في وزيرها المفوض للخارجية للحصول على المشورة الحكيمة حول العملية السياسية ودور بعثة الأمم المتحدة والأمم المتحدة على نطاق أوسع لقاء المشورة الحكيمة للسيد كوبلر في العاصمة سبقه لقاء جمع المبعوث الأممي مع أحمد ميتيك حيث تتجسد معاناة الحفاظ على المناصب السياسية والتنفيذية بدعم المجتمع الدولي المندرج تحت تدخلات الإقليمية والدولية جهود اللحظات الأخيرة للسيد كوبلر كانت تنحصر في قراءة كتاب الموتى في محاولة يعيسة لإحياء مشروع السخيرات المغربية الذي تقطعت أوصاله بين دفع وجدب في لعبة شد الحبل بين بعض الأطراف المحلية والإقليمية حيث تتجسد التباعية للأجنبي وتتقاطع المصالح الآنية لتلك الأطراف مع اللاعبين الإقليميين الذين انحصر دورهم في إذكاء جدوة الصراع الليبي الليبي وعقب لقاءات كوبلر مع رئاس البعثة الأممية وحكومتها المقترحة توجه المبعوث الأممي بزيارة وداعية إلى سوق السمك بميناء العاصمة مبديا سعادته بأن السوق يعمل في إشارة على أن الحياة لازالت تدب في عروق الدولة التي أصبحت مشروع دولة يفتقد لمقومات الدولة تتزامن زيارة كوبلر الأخيرة إلى طرابلس مع تقارير إعلامية عن حديث يدور في أروقة الأمم المتحدة عن قرب إعلان الأمين العام للمنظمة الدولية أنتونيو جوتريش عن ممثله الخاص والرئيس الجديد لبيعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلف للرئيس الحالي للبيعثة في فشل جديد يضاف إلى جملة الإخفاقات الأممية في ليبيا بدءا من رئاسة برناردينيو ليون التي انتهت بحصوله على وظيفة في دولة الإمارات على خلفية عمله من وراء الكواليس لرعاية المصالح الإماراتية ترجمة نانسي قنقر